هنعمل السالمون بالبشامال علشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين يعني حسب عدد افراد الاسرة بس احنا هنستعمل النهاردة بس نص كيلو سالمون عايزين بصلة عايزين اتنين كوب مشروم نص كوب شبت اتنين معلقة كبيرة زبدة اتنين معلقة كبيرة زقيق اتنين كوب لبن ده للبشامال معلقة صغيرة كوركم برضو للبشامال معلقة صغيرة بشر لمو بشر لمون برضو للبشامال ومعلقة صغيرة زنجبيل بودرة برضو للبشامال ملح وفلفل وعايزين كوباية جبنة موزاريلا طيب دلوقتي خلينا بقى ناخد نقطة زيت وناخد السلمن بتاعنا والسلمن زي ما قولنا احنا حن نفتفته فمش مهم عندنا معلش لو بس نقطة زيت صغيرة ونبتدي نعمل البشامال اللي هنعمله البشامال بتاعنا النهاردة شوية يعني شوية مش طعمه مش عادي قوي نحط الدقيق هنحط مع الدقيق الكوركم بشر اللمون هحطه اخر حاجة هنحط كمان الزنجبيل مع البشامال وده هخلي بشر اللمون اخر حاجة وعندنا كمان هنا الزبدة وهنحطهم دول على النار طبعا احنا عارفين السلمن ما بيخدش وقت طويل على النار ولو اخد وقت طويل ينشب بيشد بيبقى مش حلو ابدا هنعمل هنا البشامال شوفوا حطنا له دقيق وكركم وحطينا زنجبيل والزبدة وطبعا هنا هنحط شوية ملح وفيه ناقص بشر اللمون هنحطه كمان على البشامال بس لما يخلص خالص عشان تفضل النكهة بتاعته قوية فاحنا البشامال بتاعنا كتير فيه نكهات كبيتين لبن احنا عاطين كل حاجة اتنين 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 يعني اتنين زبدة معلقتين زبدة على معلقتين زي ايه على كبيتين لبن دايما البشامال انا بعمله كل حاجة قد بعضها بس انا حطى يمكن اقل من معلقتين زبدة معلاش خلينا نحاول لمشيها كده انا بحب دايما اشيله من على النار لما اجي اضيف اللبن نحط شوية ونقلب عشان ما يكلكعش مننا لازم نعمل كده قلبوا 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 لغاية ما يبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين بعدين نزود شوية لبن كمان حط بقى بقية اللبن ونخليها على النار لغاية ما تبتدي تدخن معانا وبس نخلص نخلص من البشامال هنروح على طول حطنله قشر اللمون او اللمونة اللي احنا بشرناها خلاص احنا السمك عندنا يعني تقريبا جهز هطلعه كده او ونبتدي نعمل في نفس الطاصة بقية الحاجات اللي عندنا اللي هي بصلة مش عايزين نسيب حاجة دقيقة نحط المشروب ده بتدى عندنا يدخن شوية البشامال اهو عايزة دلوقتي افصص السمك اللي عندنا دلوقتي زي ما انتو شايفين البصل والمشروب عندنا هم تمام التمام هحط بقى دلوقتي السلمن اللي انا فتفتناه او يعني قطعناه هنجيب بقى دلوقتي الكريمة هنحط الكريمة هنا شوية شبت وشوية بشر اللمون يعني بشر اللمون هنحطه في البشامال وهنحطه هنا البشامال عندي خلص اهو زي ما انتو شايفين اهو تشوفوا لونه اصفر ازاي من الكركم وفي نكهة الزنجبيل هحط عليه كمان بشر اللمون اللي عندنا فهنا بقى فيه ايه فيه زبدة ودقيق ولبن وكركم وبشر اللمون وبس هنا بقى اهو شايفين ده هقلبه شوية بس كده سلمن فلفل اسمه ايه ده مش فلفل المشروب بصل خلاص دي كده جاهز عندنا شوية ملح بس وشوية فلفل كده وهنا كمان هنحط شوية ملح ونجيب بقى البايريكس اللي هنحط فيه الاكل بتاعنا ده الاكل الجميلة بتاعتنا اهو نحط كده هنا السلمن نحط البشمال بتاعنا اللي عاملينه بالكركم والزنجبيل كمان كده نجيب بقى الجبنة نحطه جبنة على الوش اي نوع جبنة انتوا عايزين تحطوه حطوه على الوش ده بقى حيدخل الفرن على درجة حرارة 220 لغاية ما تجيبنا تسيح احنا عندنا كل حاجة مستوية احنا بس عايزين بس كده الحاجات دي تندمج مع بعضها اشتركوا في القناة